السلام عليكم شرابينات وشنوكم مشاهدين وبحسان وقت اليوم قدنا المحاضرة الثالثة من مادة التخدير النظر طبعا المحاضرة الثالثة راح تكمل على نفس المنهج اللي هو المحاضرة الاولى اخذنا الهيستوري المحاضرة الثاني اخذنا الى بريميتيكيشن اليوم راح ناخذ اول نوع من الماء التخدير اللي هو جي اي او جين ارى انيستيزي للتخدير الاعطاء راح نشرح مكوناته دي ستيبس والستيج تمام تمام ويضا بنهايتي الفيديو محضر لكم مجموعه الاساعة هنحضر بعضهم ومثل ما قدت لكم ومثل ما تحودتوا داما الفيديو ينزل ساعة ستة مساعة وملفات البيدي اف موجودة على قناة التليقرام لقد تأخذنا وشوف نبديد ومكونات الجنال الانستيزيا مكونات الجنال الانستيزيا هنا خمسة الاول هي السدايشن السدايشن يعني المنومات مثلش المنومات مثل الميتزول العم مثل البوبوفول تمام ذني انكزايتي وستيشن ثالي ونتال الليك انويز عن امنيزي امنيزي قدت الويت وفن امنيزي امنيزي عن فقدان الذاك نقدر نستغلم كيتامي نقدر نستغلم موضفين نقدر نستغلم فنتالي كل هنذني اني امنيزي يعني شنف فقدان الذاك سكيتا مرسولز ريلاكسشن او ماخيات عضالية ادنا هو اي انوا ادنا ديبولايز عن نن ديبولايز ادنا مثلا نقدر نستغلم سيسكولي نقدر نستغلم بانكاليوم اتاركاليوم الاخري هواي هواي انواع من مراخيات العضالية وتراكم ان شاء الله بل اطلا الصيفية الجاية كورس كامل ان مراخيات العضالية كل واحد نوعا استخدامه مضاره فواده الاخره والدوريشن والانستمارت رابع الشيء هو استعمال الاندرس والرفلكس هي الادوية تمنع عنه الرفلكس الرفلكس مثلا شو الادوية تسمينا العكاسات مثلا مثلا عندنا رأسها ادى هاي بوتنشين مثلا نقدر نطيع ادلائي ادلائي حتى نرفع البراد برجة الانالجيسية هي المسكنات نقدر مثل ما قدركم نستغلم مهمة وبيعيد او نقدر نستخدم الكتام وبيعيد مثل مورفين في التعليم سمي في التعليم الاخري اوكي هواكي هلاني الكمبو يعني الكمبو كنا نعرف هنا انه الخمسة السيداشين الاميزية السكتمل سلائكسيشين والاندس والرفلكس والانالجيسية نظني هن المكونات الستيبس او انستيزيا الستيبس هن الخطوات اول خطوة مثل من اوف هي الاندكشن والاندكشن نقدر نقسم لنوع نقدر نقسم لها انترافينوس يعني عن طريق الوريد او انهليش عن طريق الغازات الاستنشاقية المينتنس ايضا نقدر نقسمها قسمين اللي هو اما انترافينوس او انهليش الريكووري نقطع ذنني الانهليشن او الانترافينوس حتى نقطع انتدوت حتى يبدأ المريض يستعيد وعلى هذنني هنا الستيبس متشتبه بين الستيبس الستيبس هناك الاندكشن بدارية التخدير المينتنس المحافظة او الادامة على المستوى التخدير اللي هو الستيج الثال او سرجيكال انستيزيا والريكووري هي الافهاقة واسترجاع واعد واعي الباشن قدنا هسا الستيج او انستيزيا هناخدنا الستيبس وخدنا الكمباوت بقى الستيج الستيج هي المراحل طب عذنه المراحل سريعة اول مراحلتين يصيران بسرعة تمام يعني يوم تلاحظ يوم تلاحظ حسب الانتباع اول مراحل هي الستيج وان هي الانالجيسي لوس اوف باين تمام لوس اوف باين هي تبدي وي اول ما تضطي الاندكش مرتك يعني عدم احساس بالانم مثلا يقول لك دي سمير مثلا تحس بي وما تحس بي اذا يعني ما يحس بالانم وشون نعرف انه البيش توصال لهذه المراحلة يصير عده الالد رفلكس يعني شنو يعني منجي بضواد اشعة على عينه ان العين مات ما جاي تستيجي ما جاي سه رفلكس الستيج يقول باش العدد يكون هنا عنيف ويقاوم شنو يقاوم الاندكش ما جاي يقاوم الادوية تمام وعادة ما يصير بهذه المرحلة هي اخطر مرحلة السرير اول شي قد يصير هاي خاصة مال الالكتف تضيق بال بال الالنغو مرت اش تي او اتفاع ضد تي تي كار تي يصير ان كونتول مفهم يعني يتحرك تحرك غير مسيطرة عليها مثلا يدفع بيديه يحرك رجليه يحاول يخرج من السيدة فان انت لا اعلم شو يعني هاي ممكن الالستيجات قد باشن يمر عليها بسرعة او قد باشن تطول مثلا اكو باشن الاول والثاني كلها 30 ثاني اكو ايش الثاني ناول يطول مثلا بالستيجة الثاني نص دقيقة لذلك تطلع علي العلامات بشكل اوضح الاستيجة الثالث هي المفضلة عدة الجراحين سهولة السيرجيكال الاستيزيا هي مرحلة انو المسل الاكسنس كلها وتوقفت يعني لشكل اشترلت يعني مثلا بعد ما يحرك ايد ما يحرك رجيل المسكرة طول مات او اللمط مان حركة عضارات او اللي عزي عصب ليح عضارات عالم يوصل انقطع ريفليكس ما كنت طفت ثم يصار اله اله يعني يقع مسيطرة عليه بعد صار شنو عد مثل ما قلنا راكس وصار عد تمام هاي هي المرحلة المثالية لعمل الجراح الستيج الرابع يصبح المدرلي برايسيس او الوفردوز تمام تمام المدرلي برايسيس يعني شنو يعني الشلل بالمدرلي تمام شلل بالمدرلي يعني انقطاع التنفس يعني التنفس بعد توقف رسويت السيستم توقف الهيرت توقف تمام صار أبني البيشنت اوكي اوكي يصير اكيد هاي بوتنشين ويصير السيكورتري فالشي بالدور الدموي هاي هي اخطر مرحلة بالستيج أو انستيتي سوحول المدرلي برايسيس او الشلل المدرلي تمام يعني شنو يعني انقطاع كامل ال 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 الاساسية اللي هي ال cns او center nervous system او ال brain نقدر نقول بشكل دق ويصير انقطاع بالcircuit system اللي يشمل الهيرت والفصص والاخرية ويصير انقطاع بالسوات system ليش من اللانغ والهي اهن يصير بش dead mate طبعا مثل ما قلنا ال introduction او induction method هنا نوعين يما intravenous او inhalation ال intravenous او IV اللي ها مساوهة ولا حسنات مثل من حسنات ال intravenous انه بدايات سريع نص دقيقة يكون patient او دقيقة يكون patient نعم عارب patient الطبيعي عيس drunker او smoker او الاخر او راب honest ثاني patient comfort patient patient مرتاح مجرد بس نحط لك ونبدأ نسوي induction من كتعة من برب وفول الاخر هي من الالوي هو يكون مرتاح نعم نستخدم للمعي ونستخدم ل endotaker tube وكل الاخر او protection in the rapid sequence induction نستخدم او يصل انه ندخل بال vein ثاني risk of hypotension مخاطر يصير عدة وبوط بوضار ابنية قطع بالنفس الوسع airway control لا يمكن تحرك مثلا لا يمكن تدخل ال tube ات ات لا يمكن ال endotaker tube انه في الاكسسس يصبح عدة تحسس من مثلا ما يعفنه عدة تحسس مثلا من البوبوفول يساعد التحسس والاخر واكن من البوبوفول ما بمادة معينة هي خليني تمنع التحسس طبعا ما موجود بالعراق ما متأكد منها المعلومة انه موجود هذا الدول تمام تمام هذا بالنسبة لل intravenous advantage and disadvantage بالنسبة لل inhalation Advantage does not require IV access معوش من احتاج IV access or inhalation تمام useful in the pediatric يستخدم اكثر شيء بال pediatric من الطال respiratory is maintained يعني نقدر نحاول على respiratory system upper iso visual spinecter tone maintained نقدر نحاول على ال spectre الموجود بال upper of stomach او lower of iso vegas تمام هذا نسبة advantage and disadvantage ماتة slow process بطوب العمل potential excessive phase تمام المشاعر او excessive phase اللي هو الاستيج الثاني تبدأ عرضه بشكل اوضح rent and internet may be including conferring قد تسمين بعد عمرية conferring قاحة polytation تلوث للجو may causes rise in icp and aerop يسيدي رغط الدم و رغط الدماغ هسا ننتقل للجدول يبسط لنهاي المعلومات بشكل اكثر لدينا هذا الجدول هذا الجدول لدينا شيء سوء الخاصية اللي لدينا intravenous and inhalation اللي حمها yes intravenous يعني هاي مفضل بها intravenous اليام هنو يعني هاي مفضل بها inhalation في الناس access required يعني متطالبات دخول بالفين هي موجودة بالانتراvenous ما موجودة بالانهلation risk of hypotension موجودة بالانتراvenous and inhalation ولكن اكثر شوين بالانترا venous تمام ابنية common الابنية شائعة اكثر وين بالانترا venous lose of airway control ما نقدر نتحكم بالairway control هي شائعة بثينات ولكن هي اكثر شوعة بالانترا venous التحسس هي ريال بثينات ولكن بالانترا venous اكثر تمام فهنا نعدي ونكتب هنا yes يسبب بنا inflex او تحسس اكثر شي بالانترا venous slow process انو عملي تبطي اكيد هي slow process والموجودة بالانهيش وليست موجودة بالانترا venous الpotential assessment face موجودة ثانات ولكن موجودة اكثر شي بالانهيش لذا كنا هنقدر عليه ونحق انو اتعرض ثانات موجودة به pollution of or or دم يسون عليها operative room معناته غرفة العمليات تلوث يصير اكثر شي بالانهيش ليش لانهيش 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 تطرع من الماسك ما 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 موجودة بالانهيش 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 رابد honest تعكير موجود بالانترا venous تمام تمام not iv axis اكيد ما موجود بالانترا venous وموجود وين بال inhalation useful in pebiotic او مفضل اكثر شي هو ال inhalation ال respirator is maintained موجود بثانا اثناء سنو المحافظة على الجهاز التنفسي الاولى من خلال att او الرمعي والثانا من خلال الماسك او 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 هاي بالنسبة لالكش المحافظة جدا بسيطة جدا سهلة انتقل الهساء للأس الى مالتها نجي الهساء للسؤال او شو قول which of the following is not compound of the general anesthesia ليس من مكونات الجنال السهلة والسدائش عن deuce and anxiety like of a nose and mesia skeletal muscles relaxation subvention of anders reflexes and non above اكيد هو الاختيار e non above which of the following compound of general anesthesia is most important for the prevention pain durex surgery شنو المهم من المكونات الجنال السيا والجي اي اللي يمنع عنه او يقللنه من الألم اثناء الجراحة هو الهو e الانرجيسية الانرجيسية هي الوظيفتها تقللنه الألم سوال ثلاث which of the following is the first tip of general anesthesia شنو الخطوة الاولى بالجنال الانرجيسية اللي هي اكيد الاندكشن تمام 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 سوال ثلاث وشوال the following step of general anesthesia during which is the patient is kept unconscious شنو هو اللي يخلينا مع التخذير خلينا الانرجيسية غير واعي او يستمر انه يكون غير واعي صور الاخير قد يجب مننا صور بالنسبة للعملي فمن ذلك الصور هذا الجارس هو ventilator machine كنا نعرفه اولا تمام اولا قد يجب لك anesthesia machine الاخير سوال ventilator machine قد يجب لك ETT او endotrichor tube قد يجب لك laryngoscope هذا اني صور مائتن حتى تعرفون وكيده تم تعرفون محرور اسمع هذا بالنسبة لليوم محاربة جدا بسيطة فقط مجرد شرحنا الاشياء الاساسية بال GA او بالجنار anesthesia واخدنا مجموعة من اللي question عليه مثل ما قلت لكم ديني منفات بديو كنا نزل انشاء على القناة ساعة اشتركوا في القناة